مرحبا يا تامن كيفكم؟ اليوم إن شاء الله بدنا نأخذ درس حجم الأسطوانة القائمة ومساحة سطحة طبعا إحنا تعرفنا سابقا عن شكل الأسطوانة القائمة حكينا أنه هي بتتكون من قاعدتين ووجه جانبي واحد والقاعدتين على شكل دوائر زي ما إنتوا شايفين قاعدتين على شكل دوائر والوجه جانبي واحد فنبدأ هلأ بقانون حجم الأسطوانة القائمة حجم الأسطوانة القائمة راح يكون مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة ضرب الارتفاع طبعا هو بشبه قانون المنشور المنشور الثلاثي حجم المنشور الثلاثي بس الفرق أنه هناك كنت بحكي عن قاعدة مثلثة هلأ بحكي عن قاعدة دائرية فالبفرق أنه أنا لما بدأ أعود مساحة القاعدة راح أعود مساحة الدائرة وإحنا أخذنا سابقا أنه مساحة الدائرة باي نون قاف تربيع مساحة الدائرة باي نون قاف تربيع فأنا ممكن هلا أجي على القانون أحكي بدل مساحة القاعدة أعوض اللي هي buy n qn terbyih والارتفاع رح نرمز له بالرمز عين تمام فحجم الأسطوانية يا إما بحكي مساحة القاعدة ضرب الارتفاع يا إما بعوض مكانه buy n qn terbyihuen وطبعا حسب السؤال يعني أنا ممكن أعطيك مساحة قاعدة ارتفاع وأطلب منك حجم أسطوانية أو ممكن أعطيك نو نقاف وأعطيك اعطيك عين وأطلب منك حجم حسب السؤال وطبعا زي ما انت شايفي عندك بالشكل هاي العين اللي هي بتمثل الارتفاع اللي هي المسافة بين القاعدتين وننقاف هي للدائرة نصف قطر الدائرة تمام اما بالنسبة لباي طبعا احنا اخذناها سابقا هي قيمة تقريبية 3.14% او 22 على 7 طبعا مجرد ما انا عوضت قيمة الباي 3.14 او 22 على 7 لازم نحط بدل المساواة اشارة تقريبية تمام نجي هلأ ناخد مثال على حجم الاسطوانة القائمة المثال بحكي لي جدي حجم الاسطوانة في شكل المجاور معطيني 7 سنتيمتر طبعا اكيد هي ننقاف والعشرين سنتيمتر للارتفاع لانها المسافة بين القاعدتين دائما المسافة بين القاعدتين بتكون الارتفاع والنصف القطر هو 7 سنتيمتر تمام نجي نكتب القانون حجم الاسطوانة مساحة القاعدة ضرب الارتفاع مساحة القاعدة بدي اعوض مكانها باي ننقاف تربيعين طبعا هلأ بدي اعوض قيمة الباي برأيكم شو بدي اعوض 3.14 او 22 على 7 لا بدي اعوض 22 على 7 لانه النصف القطر 7 سنتيمتر فحيكونش عندي اختصارات فرح اعوض قيمة الباي 22 على 7 ما رح حط مساوى رح حط قيمة تقريبية تمام ما رح حط زم حكينا مساوى رح حط اشارة قيمة تقريبية بدل الباي 22 على 7 ننقاف تربيع رح حط بدالها 7 تربيع والعين قيمتها 20 هلأ رح نختصر السبع اللي بالمقام مع واحدة من السبعات اللي موجودة لانه 7 تربيع 7 ضرب 7 فرح اختصر 7 مع 7 هيصفي عندي 22 ضرب 7 ضرب 20 لما تضربيهم عبعض بطلع الناتش يعني بطلع حجم الاسطواني قيمة تقريبية 3080 التزريب الاول بحكي علبة حليب للاطفال على شكل اسطواني حجمها 1800 سنتيمتر تكعيب ارتفاعها 20 سنتيمتر بده مساحة قاعدتها رح اجيحكي له حجم الاسطواني مساحة القاعدة ضرب الارتفاع احنا كنا متعودينا نعوض مساحة القاعدة بس هنا ما رح اعوض ليه لانه بده مساحة القاعدة هو اصلا بده مساحة القاعدة رح نتركها مساحة القاعدة لانه بده مساحة القاعدة رح عوض بدل حجم الاسطواني 1800 بدل ارتفاع 20 ومساحة القاعدة لاترك هزي ما هي هلأ رح اقسم الطرفين على 20 عشان اترك مساحة القاعدة لحالها فبطلع مساحة القاعدة 1820 بطلع قيمتها 90 سنتيمتر تربيع نجي نشوف اسئلة الدرس ناخد السؤال الثاني السؤال بحكيلي قصوانة دائرية قائمة حجمها 6 صحيح و 28 بالمية سنتيمتر تكعيب ارتفاعها 20 سنتيمتر جدي طول نصف قطر قاعدتها نفس السؤال السابق بس كان السؤال السابق بده مساحة القاعدة كامل هون لا بده طول نصف القطر فهناك بالسؤال تركت مساحة القاعدة زي ما هي وقسمت الطرفين وطلع عندي الجواب هون لا بده اعوض بمساحة القاعدة لانه بده نون قاف اللي مساحة القاعدة فنشوف كيف بده احل رح اجي احكي انه حجم الاسطوانة بسبب مساحة القاعدة ضرب الارتفاع هلأ بده اعوض بمساحة القاعدة ما بده اتركها مساحة القاعدة بده اعوض بدالها باي نون قاف تربيع والارتفاع رح أرمز له بعين هلأ بدي أعود بدل حجم الأسطوانة 6 صحيح و 28% ورح أعود قيمة الباي 3 و 14 بالمية وننقف لأنه أنا هي اللي بدي أوجدها ننقف تربيع تركتها زي ما هي وضرب عين قيمتها 20 طبعا زي ما إحنا عارفين بدل مساواة قيمة تقريبية لأنه عودت قيمة الباي هلأ رح أدرب 3 و 14 ضرب 20 فبطلع لما ضربت 3 و 14 بالمية ضرب 20 بطلع 62 صحيح 8 بالعشرة ضرب ننقف تربيع بتساوي قيمة تقريبية 6 صحيح و 28 هلأ بدي أقسم الطرفين على 62 صحيح و 8 بالعشرة فننقف تربيع صفت قيمتها القسمة اللي هي 6 صحيح و 28 بالمية على 62 صحيح و 8 بالعشرة فلما نقسمهم على بعد بطلع ننقف تربيع 1 بالعشرة لأنه يصير هنا أحرك الفاصلة لليمين منزلة وهنا منزلتين فحيصفي إنه 1 على 10 فحتطلع ننقف تربيع قيمتها قيمة تقريبية 1 بالعشرة بس أنا ما بدي ننقف تربيع أنا بدي نصف قطر القاعدة فرح أخذ جذر تربيع للطرفين فبطلع ننقف قيمة تقريبية جذر الواحد بالعشرة سنتيمتر رح أتركها زي ما هي تمام السؤال الثالث السؤال الدائرية قائمة حجمها 352 سنتيمتر تربيع طول قطر قاعدتها 8 سنتيمتر بده ارتفاحها طبعا بداية ننتبه إنه طول قطر القاعدة 8 سنتيمتر بس أنا ما بدي طول القطر أنا بدي طول نصف القطر فانتبهي دائما اقرأ السؤال منيح هو معطيك طول القطر ولا طول نصف القطر فزي ما عطيك طول القطر زي ما هنا معطيك يا بتيجي بتحكي لي إنه نصف القطر بساوي تقسمي على 2 يعني الرقم اللي عندك تقسمي على 2 فتمني تقسمي 2 بطلع نصف القطر 4 سنتيمتر فلأ نجي نحيل حجم الأسطوانة مساحة القاعدة درب الارتفاع مساحة القاعدة رح عوضها باي نقاف تربيح لأنه أنا عندي نصف القطر فلازم أعود ضرب عين طبعا هلأ بدي أعود حجم الأسطوانة 352 قيمة تقريبية رح أحط لأنه بدي أعود قيمة الباي 22 على 7 ضرب 4 تربيح ضرب عين هلأ بدي أجي أضرب 4 ضرب 4 16 ضرب 22 بطلع 352 على 7 ضرب عين والطرف الثاني 352 وبينهم قيمة تقربية هلأ بدي أتخلص من 352 على 7 بدي أضرب مقلوب هلأ بدي أضرب ب7 على 352 للطرفين اللي بالنسبة للطرف اللي هو على اليسار رح تختصر 352 على 7 مع السبع على 352 أما الطرف اللي على اليمين رح تختصر 352 اللي بالبسط مع 352 اللي بالمقام فبطلع عين قيمة تقريبية 7 سنتيمتر تمام؟ بالنسبة لللي بتسأل أنه الباي لو عوضها 13 بدل 22 على 7 حيطلع نفس الناتج بطلع نفس الناتج فبتكون بس الخطوات غير شوي أوكي؟ أما هلأ نشي نأخذ المساحة الجانبية والكلية للأسطوانة القائمة طبعا إحنا أخذنا سابقا أنه المساحة الجانبية أصدي مساحة الأوجه الجانبية المساحة الكلية الأوجه الجانبية والقاعدتين فالمساحة الجانبية ستكون محيط القاعدة ضرب الارتفاع تمام؟ المساحة الجانبية قانونها محيط القاعدة ضرب الارتفاع فمحيط القاعدة شو هو محيط الدائرة اللي هو 2x9 تمام؟ فلو بدي أشي أعوضها بطلع عن المساحة الجانبية للمنشور 2x9 أو محيط القاعدة ضرب الارتفاع تمام؟ أما بالنسبة للمساحة الكلية فحتكون أكيد المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين لأنهم قاعدتين نجهل أن أخذ مثال على المساحة الجانبية والكلية ونشوف كيف ننحل التدريب الثاني السوانة دائرية قائمة طول قطر قاعدتها 28 سنتيمتر قبل ما أكمل قراءة السؤال ننتبه أنه معطيني طول القطر القاعدة معناته هاي 28 رح تنقسم على 2 عشان أطلع منها نصف القطر فننتبه لأنه زمان تبهتي رح تعوضي القيمة غلط رح تعوضي 28 بس أنا ما بدي 28 لأنه بدي أقسمها هلأ بالأول على 2 فنيجي هلأ بداية نحكي نون قاف لأنه معطيني القطر بدي أطلع نصف القطر فرح أقسم 28 على 2 بطلع نصف القطر 14 سنتيمتر هو هذا اللي بده يتعوض بالحل 14 فنبدأ نحسب المساحة الجانبية للمنشور ومحط القاعدة ضرب الارتفاع اللي هي 2 باي نون قاف عين بدل للباي بدي أعوض 22 على 7 لأنه زي ما شايفين فيه 14 فيه اختصارات يعني فرح أحط قيمة تقريبية 2 ضرب 22 على 7 ضرب 14 ضرب 3 رح أختصر السبعة مع الاربعتاش فهتصف في 2 ضرب 22 عسبعة فيها بواحد على الاربعتاش فيها باتنين ضرب 3 فهل بطلع 264 سنتيمتر تربيع 264 سنتيمتر تربيع تمام نجي هلأ نحسب المساحة الكولية اللي هي المساحة الجانبية زي ما احنا عارفين مساحة القاعدتين مش عندي فبدأ رحلق أحسبها طبعا أنا بحب أحسبها صراحة على جنب فرح أروح أحكي مساحة القاعدة باي نون قاف تربيع رح عاوض البي 22 على 7 ضرب 14 تربيع بطلع الناتج 616 قيمة تقربية طبعا سنتيمتر تربيع مساحة القاعدة قيمة تقربية 616 سنتيمتر تربيع هلأ بدأ رح عاوضها بعاوض المساحة الجانبية 264 زائد 2 ضرب 616 لأنهم قاعدتين وهي 616 هي مساحة قاعدة واحدة فالأولوية هلأ للضرب 2 ضرب 616 بطلع 1232 زائد 264 بطلع المساحة الكلية للمنشور قيمة تقربية 1496 سنتيمتر تربيع تمام؟ يعني الخطوات سهلة بس فيها شوية حسابات فننتبه عشان ما نغلط يعني تخيلي انك انت من الأول على الوضع 28 تطلع أوليش الأرقام كبيرة وبطلع كل حلق غلط فانتبهي للسؤال وإقرأ السؤال منيح أوكي؟ كمان مثال اسطوانة دائرية مساحة سطحها الكلية 48 سنتيمتر تربيع مساحتها الجانبية 36 سنتيمتر تربيع بده مساحة قاعدتها أوكي؟ رح أجي أحكي له مساحة الكلي للمنشور مساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين زي ما عملنا بدرس المنشور الثلاثي رح أعوض لمساحة الكلية 48 مساحة الجانبية 36 مساحة القاعدتين بطلع مساحة القاعدتين بعد أن أقسمها على 2 عشان أطلع مساحة القاعدة أوكي؟ بالسؤال بده مساحة قاعدتها يعني بده مساحة قاعدة واحدة فرح اقسم النتيجة النهائية على 3 تمام? فرح احكي سالب 76 سالب 36 للطرفين فبطلع مساحة القاعدتين 12 سنتيمتر تربيع بس انا بدي مساحة قاعدة واحدة فرح اقسم ١١ على 2 بطلع مساحة القاعدة الوحدة 6 سنتيمتر تربيع تمام? بناخد هله التدريب الثالت بحكيلي اصطوانه دائرية مساحة راح أجي أحكي مساحة كلية المنسور للمساحة الجانبية زاد مساحة القاعدتين را عود للمساحة كلية 72 مساحة الجانبية 20 ومساحة القاعدة 2 اللي هي 2 ضرب 16 لانو انا عندي مساحة اللي 16 هي مساحة قاعدة واحدة فراح ادروها ب2 في الاولوية للضرب 2 ضرب 16 32 سالب 32 سالب 32 للطرفين بتطلع المساحة الجانبية 40 سنتيمتر تربيع لانو 72 ناقص 32 بتطلع الجواب 40 سنتيمتر تربيع تمام ويعطيكم الف عافية هيك طبعا احنا منكون حالينا كل التدريب المطلوبة منك والامثلة وحلنا طبعا السؤال الثاني والثالث هلو بتحب تحلي السؤال الاول ويعطيكم الف عافية